موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد لدمشين توزن لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن اشياء غريبة جدا واشياء تطالع فيها تنفجع بشكل كبير 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 وايضا في مقطعنا اليوم اللهبي رح نشوف لقطات غريبة وسرية جدا مية بالمية ولا واحد منكم شافها فيلا نخش في المقطع اولا زي ما تعرفون خوسيا ماثيوز من الشخصيات العظيمة في اللعبة واللي تعتبر من اعمدة سلسلة ردد لدمشين طبعا خوسيا ماثيوز في سرقة بنك السان دينيس رح يقتل على يد ايجنت ميلتن طيب خلونا نخش في الشي الغريب عندنا في هذه النقطة تدرون يا لهبيين اننا نقدر نلوت وناخذ اغراض خوسيا ماثيوز في هذه اللحظة نعم نقدر تعرفون الطريقة ولا لا يا لهبيين اتوقع ما تعرفون خذوا الجديد الطريقة رح تكون كالتالي بعد ما يحدث الانفجار في داخل البنك واللي من هذا الانفجار العصابة تهرب من بنك السان دينيس اللعبة رح تقولك روح من هذا الطريق وروح مع العصابة حنا ما رح نسمع كلام اللعبة ورح نروح من هذا الطريق زي ما تشوفون ومن هذه البوابة الصغيرة بمجرد ما تطلع منها على طول رح تشوف البنك ارتينز قدامك ورح تشوف جثة خوسيا ماثيوز الاسطورة رح يكون ميت ورح يكون قدامك اولا رح ناخذ اغراض خوسيا ماثيوز ونشوف ايش معاه طبعا لو لودته رح تحصل معاه تقريبا اثنين دولار وايضا رح يكون معاه قطعة ذهبية بسيطة جدا لكن الشيء المهم انك لما تلوت خوسيا ماثيوز رح يقل الشرف معاك بشكل كبير جدا وايضا في ملاحظة بسيطة جدا لما تجي الخوسيا ماثيوز مرة اخرى بعد مرة اخرى بعد مرة اخرى الاشياء اللي تطلع منه رح تكون مختلفة ممكن تحصل معاه دولار واحد اربع دولار ثلاثة دولار ممكن تحصل معاه سوارة ذهبية ممكن تحصل معاه خاتم دخان عصير معين سنويك اويل وغيرها عرفتوا كيف يعني الشيء ما رح يكون ثابت لكن الشيء الاهم واللي يكون دايما ثابت انه بمجرد ما تلوت خوسيا ماثيوز رح يقل الشرف معاك ايضا يا الهبيين بامكاننا اننا ناخذ جثة الاسطورة خوسيا ماثيوز ونشيلها لمكان معين طبعا انا على طول جت في بالي اني ااخذ جثة خوسيا ماثيوز ووديها لداخل المخيم لكن ما قدرت اسوي هذا الشيء لانه بمجرد ما بعت عن البنك جاني ميشن فيلت وعاد المهمة من اول وجديد ثانيا زي ما تعرفون العصابة دمرت سكة القطار والبرج الرئيسي اللي يوصل بين القطارات يعني دمروا نقطة حساسة جدا اللي منعت جميع القطارات من انها تنتقل من النقطة الف الى النقطة جيم الى النقطة يا يعني دمروا شيء جدا جدا مهم عموما تعرفون انه في اللعبة موجود عندنا الهاند كارز او السيارات اليدوية اللي فيها تقدر تمشي على سكة الحديد لكن عن طريق انك تحركها بيدك طبعا ارثر مورغن جون مورستن قد استخدموها سابقا في احد المهمات لو تذكرون طيب خذوا الجديد ايش رح يصير لو اخدت الهاند كار هذي ومرينه من عند الجسر وسكة القطار المحطمة هل رح نطيح ونموت هل رح يصير لنا شيء غريب او ماذا تعالوا نشوف سويا اشتركوا في القناة زي ما شفتوا يا لهبيين فعليا السيارة قاعدة تطير وقاعدة على الهواء ما في اي شيء ماسكها ما في اي سكة قطار فقط هذي الهاند كار قاعدة في الهواء ما ادري هل هو قليتش او انه روكستار فعلا ارتكبت خطأ وما برمجت انه لو مريت بالهاند كار من هنا رح تطيح وتموت ما ادري صراحة فشاركوني اراءكم هل اكتشفنا قليتش او خطأ في لعبة ريدد ريدمشن او لا صراحة امر جدا جدا رهيب ومضحك ثالثا تعرفون خوينا الاسترينج مان ترى موضوعه موضوع قوي وموضوع رهيب وحساس وشيق طبعا سابقا حنا فصلنا فيه لتفصيل كامل ولو كنت مهتم رح يطلع لك المقطع الان في علامة التعجب تقدر تشوفه وتشوف المقطع اللهبي المهم الاسترينج مان له غرفة خاصة في عالم ريدد ريدمشن 2 ومكانها رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما تزور الغرفة اول مرة بجون مورستين رح تحصل رسمة بغبشة وغير واضحة اطلاقا طبعا هذه اول مرة لكن لما تجي للغرفة بعد فترة ولكن ايضا بجون مورستين بروري جدا يكون بجون مورستين رح تحصل التالي يا لهبيين ركزوا على المراية اشتركوا في القناة 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 يعني فيه تفاصيل دقيقة جدا عشان تاخذ المية بالمية المهم لو جبت المية بالمية رح يظهر كاتسين وقصة سرية جدا بين جون مورستين وصديقه الصدوق ارثر مورغين تعالوا شوك سويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي ما شفتوا لقطة جدا جدا جميلة وفيها شفنا جون مورستين يقول لأرثر مورغين اعتقد اننا على وشك ان ننهي ما بدأناه عبارة جدا معبرة واسطورية بمعنى انه جون مورستين كانه يقول لأرثر مورغين انه ترى الحلم اللي كلانا كان يبغاه هو اننا نكون عائلة بعيدا عن الاجرام وبعيدا عن الحياة الاجرامية على وشك ان يتحقق والفضل يعود لك يا ارثر مورغين عبارة جدا جدا عظيمة يا اخوان وايضا لو تتذكرون ارثر مورغين اعطى جون مورستين مذكرته عشان جون يستكمل ما بناه ارثر مورغين طبعا في مذكرة ارثر في العديد من المعلومات والعديد من الاستكشافات والاشياء الرهيبة جدا ارثر اعطى جون مذكرته عشان يستكمل مسيرته ويكمل المذكرة بشكل كامل فممكن انه لما جون مورستين كمل المذكرة بنسبة 100% حاب يقول لأرثر مورغين هذا الشيء صراحة امر جدا جدا رهيب وقصة اسطورية ولا احكي لكم على الاغنية ميايز كيف صوتي معفنا خلاص نكمل طيب يا الهبيين شاركونا اراءكم في خانة التعليقات ايش افضل لقطة من الاربع لقطات اللي شاركناها بالنسبة لي انا صراحة لقطة الهاند كار وانها قاعدة تمشي على الهوى طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم السترينج مان الان وراكم ها يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة